مرحبا كيفكم؟ معكم ورد محمد و اهلا و سهلا فيكم في فيديو جديد مثل ما اشافي قدامك بهذا الفيديو سأشرح لك طريقة صنع هاي الورقات طبقتين الورقات التي ستكون دايلة لما تدور الوردة التي شرحت لك في الفيديو السابق طبعا اذا ما كنت شايفي الفيديو السابق فا احتركت لكيها بصندوق الوصف حتى تبدأي بالوردة وتكملي معي بهذا الفيديو بالورقات و قبل ما ابدأ بالشرح لا نسي تشتركي بالقناة بالضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو تبقى يجب ان تنبيهات حتى توصلك فيديوهاتي اول ما تنزلك يلا حلنا نبدأ مثل ما شايفي قدامك اولا بدنا نشبك الخيط على واحدة من هاي البتلات لكن من الاسفل اي بتل تختاريها اخترت انا هاي البتلة في عندك مثل ما شايفي هوني الفراغ الوسط هوني كان غرزة الفيستيتش هوني غرزة الفيستيتش اللي شرحت لك ياهم بالفيديو السابق هوني بالوسط بدنا ندخل السنارة و نشبك الخيط فانا هاي شبك الخيط الذي باللون الزهري بهذا الشكل و ثبته بعدين هايك بنفس الفراغ غرزة حشو واحدة بهذا الشكل بعدين هايك عشرة غرز سلسلة واحد اتنين تسعة و غرزة ثمانية بعدين تعدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بالثامنة و تحيك غرزة منزرقة بهذا الشكل بعدين ترتفعي بثلاث سلسل واحد اتنين ثلاثة بعدين داخل هاي الحلقة بدك ترك تسعة غرز عمود بلفه طبعا هاي ثلاث سلسل سيعتبرها بمثابة اول عمود يعني هيصير عندي عشرة غرز ثم هذه الثلاث غرهم 1 2 8 9 ثم 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 ثلاث غرز سلسلة ثم 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 تمقلات لذ29 أرب المكان اول غرزة عمود ثلاثة تسعة و اخيرا عشرة كثير سهلة بعدين تحيكي غرزتين سسلة ترجعي البتلة لا تجعل الغرز من التفة لا تلف معك كثير وبعدين تشبكيها لا تكون مرتبة من هنا اخليها اخلي الغرز متل ما شايفي قدامك تكون مستقيمة بعدين جيبي البتلة لتشبكيها باسفل البتلة الاخرى متل ما شايفتنا نشبك هاي الورقة اسفل البتلة الاخرى بديك تحيكي غرزة حشو متل ما بدأنا باول بهذا الشكل طبعا غرزة الحشو حكناها بالوسط وليس بالفيه بعدين تكرر نفس الاشي عشرة غرز سسلة هذه اثنتان خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعدين تعدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بالرقم 8 تحيكي منزلقة بعدين ترتفع بثلاث سلاسل بعدين تحيكي تسعة غرز عمد بلفة ثم التسعة بعدين تلاث سلاسل بعدين بنفس الفراغ تحيكي عشرة غرز عمد بلفة واحد ثلاثة واخيرا عشرة بعد ذلك تحيكي سلسلتان وتخلي الورقة مستقيمة بدون بعدين تكون الغرز ملتفة تنتقي مباشرة للبتلة الثالثة مثل ما شايف ادامك عندنا هاي البتلة فيعنا V فيعنا الوسط فيعنا هذا V نحن نشتغل بالوسط سنحيك غرزة حشو اذا انا حكمة بنفس الطريقة داير ما يدور هاي البتلات سيطلع عندي بالنهاية 8 ورقات وبس خلصها برجعلكم والان مثل ما شايف ادامك نخلص الـ 8 ورقات اخر اشي بدي اساوي غرزتين سلسلة وبعدين اغلق الدور بغرزة منزلقة باول غرزة حشو ابتدأت بها ببداية الدور بهذا الشكل بعدين انتفع بغرزة سلسلة وقص الخيط واسحبه من بعد هيك هلا بدنا نبدأ نساوي الحواف تبعية الورقات ونشبك الورقات مع بعضها لانه مثل ما شايفين الورقات ستفكك عن بعضها فهذا الدور سيشبك ويرتب الورقات مع بعضها وبنفس الوقت سيعطيها جمالية مثل ما شايفين هوني ساوينا حافة كلياته بغرزة الحشو الخلفية وبنفس الوقت نحن ننتقل مباشرة من ورقة لورقة بدون سلاسل فبتخلي الورقات تترتب مع بعضها وتصير متناسقة طبعا سيشبك السنارة اولا ببداية اي بتلة باول غرزة فيها بهذا الشكل اخل الخيط اثبته وبعدين احيك داخله غرزة حشو بنفس مكان التثبيت احيك اول غرزة حشو بهذا الشكل بعدين من بعد هيك منشتر الغرزة الحشو خلفية كيف هنشتغلها؟ طلعوا وان هادخل ما هادخل السنارة بين العواميد بهذا الشكل لا بل هادخلها بالغرزة العلوية لكن خلفية مو بالفتلة خلفية نحن بالعادة نشتغل هكذا بالفتلة خلفية لكن هالمرة هنشتغل غرزة حشو خلفية كاملة كيف هادخل السنارة هادخل السنارة باول غرزة بهذا الشكل من الخلف بعدين هادخل السنارة ثاني غرزة من الامام الى الخلف واخذ الخيط اخذ فتلة من الخيط واطلع منهم بعدين اخذ فتلة واشتغل غرزة الحشو بهذا الشكل هعيدها الغرزة نفسها اللي دخلتها الان من الامام الى الخلف هادخلها الان من الخلف الى الامام ثم الغرزة اللي بعدها من الامام الى الخلف واخذ فتلة واطلع منهم بهذا الشكل نفس الغرزة اللي الان دخلتها من الامام الى الخلف هادخلها من الخلف الى الامام والغرزة بعدين بعدها من الامام الى الخلف هطلع الفتلة واشتغل غرزة حشو بهذا الشكل كثير سهله هعيدها بهاي الطريقة. عندك تشتغلي تسعة غرز حشو خلفية. اذا الان صار عنا هذه العلس السلاسل ما هعدها. هابدو اعد بالبعدها. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. ستة. سبعة. ثم ثمانية. واخر اشي بدك تدخلي هوني. بعدين داخل السلسلتان. وتحيكي. تسعة. بهذا الشكل. بعدين داخل هاي السلسلتان. عفوا هاي هذه السلسل. بدك تحيكي. غرزتين حشو. سلسلتان. ثم غرزتان حشو. بهذا الشكل. بعدين بدك تبدأي تحيكي ايضا تسعة غرز حشو خلفية. بدنا ندخل بهاي من الخلف. شوفوا من دخلت هوني. بعدين اللي بعدها. واحيكي غرزت حشو. هاي هذه واحدة. اثنتان. ثلاثة. اربعة. خمسة. شتة. سبعة. ثمانية واخيرا تسعة. بهذا الشكل. مثل ما شايف ادامك. كثير سهلة وبسيطة. بعدين مباشرة سأشبكي بغرزة حشو بالورقة اللي بعدها. بدون اي سلاسل. هادخل السنار بثالث غرزة سلسلة. بهالطريقة. واحيكي غرزة حشو. طبعا هاي غرزة الحشو ما هاعدها. ها ابدأ احيك من الغرزة بعدها. دخل من الخلف الى الامام. ثم من الامام الى خلف الغرزة اللي بعدها. واحيك اول غرزة حشو. وكلر هذا الشي داير ما تدور الورقة. تمام. متل ما شايف ادامك اشتغلت غرزة الحشو الخلفية. داير ما تدور جميع الورقات. والان وصلت لاخر الدور. هايشبك بمنزلقة باول غرزة حشو. ابتدأت بها ببداية الدور. بهذا الشكل. بعدين نرتفع بغرزة سلسلة وقص الخيط واسعبه. هلا بدنا نبدأ مباشرة نشتغل بالدور الثاني من هاي الورقات. يعني متل ما شايف ادامك هوني بهاي الوردة اشتغلنا دورين من الورقات. حتى تكون منظرها اجمل. طبعا الورقات بدنا نشتغل الدور الثاني تكون بوسط الورقات الدور الاول. يعني متل ما شايف ادامك. عنا هوني الوردة. كل بتلة. وبتلة الورقة بالوسط. الورقات ما جاي فوق البتلة مباشرة. يعني هذا منظر اجمل فنفس الاشي بدنا نساوي هاي الحركة بالنسبة للدور الثاني من الورقات انه تكون بوسط الورقات تبع الدور الاول هنشبخ السنارة متل ما حكينا نحن بالدور الاول تبعية الورقات شبكنا السنارة بغرزة حشو بوسط البتلات هلا نحن بدنا نشبخ السنارة بغرزة حشو بوسط الورقات يعني هنطوي الورقة بهذا الشكل ودخل السنارة هوني نحن وين مدخلينها هون مثل ما شايف قدامك ندخلها بالوسط للخلف هذا الشكل يعني لما تطويها عادي بالوسط هوني كل بساطة اذا هجيب الخيط انا هستخدم اللون الزهري لانه نحن نشتغل هلا اول دور من الورقة الثانية اذا هنشتغل هثبت الخيط اولا وبعدين هساوي غرزة حشو نفس طريقة الدور الاول بالورقات تمام تمام اولا عشرة غرز سلسلة هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بعدين بدك تعدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بالثامنة بدك تدخل السنارة وتحيكي غرزة منزلقة مباشرة هنرتفع بثلاثة سلاسل ونعتبره بمثابة اول عامود بعدين هنبدأ نشتغل غرز عامود بلفه هنحيك تسعة غرز عامود بلفه داخل هاي الحلقة اذا صار عندي الآن ثلاثة هاي ثمانية ثم الاخيرة وهي تاسعة بعدين ثلاثة سلاسل بعدين بنفس الحلقة هنشتغل عشرة غرز عامود بلفه عشره بهذا الشكل بعدين سلسلتان بدك تنتبهي انه الغرز ما لفت معي ومباشرة تنتقلي للورقة الثانية هاي عنا الورقة الاولى اللي شبكنا فيها بوسطها ننتقل للورقة الثانية حنشبك بوسطها بغرزة حشو بهذا الشكل بعدين نرتفع عشرة سلاسل اذا انا ما حكررلك الطريقة لان شرحتها بالتفصيل بالدور الاول تبعيت الورقات بدك تكملي انت بنفس هالطريقة داير ما تدور جميع ورقات الدور الاول والان مثل ما شايف قدامك سويت جميع ورقات الدور الثاني هنا حوالي 8 ورقات مثل ما شايف قدامك عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 هلا اخر اشي بعد ما حكت سلسلتين بعد ما خلصت اخر ورقة هاشبك بمنزلقة باول غرزة حشو ابتدت بها ببداية هذا الدور بهاي الطريقة بعدين نرتفع بغرزة سلسلة وقص الخيط واسحبه مباشرة الان هنشتغل بهاي الاطار متل ما شغلناه بالدور الاول هتشبكي الخيط باول غرزة دي سلسلة مثل ما شايفين هاي 3 سلسل اول غرزة فيها من الاعلى يعني تعد واحد اثنين ثلاثة هاي الغرزة الثالثة بديك تشبكي فيها الخيط وبعدين بديك تحيكي غرزة حشو بنفس طريقة الدور الاول تماما تبعيت الورقات الاولى مثل ما شايف قدامك بعدين بديك تحيكي غرزة حشو خلفية بالدخل من الخلف الى الامام ثم من الامام الى الخلف بالغرزة اللي بعدها بديك تشتغلي اولا اول خط من هون تسعة غرزة حشو خلفية بعدين بديك تحيكي غرزة سلسلة بعدين تكملي قواتها توقلي غرزة حشو خلفية على جميع الورقات نفس ما شرحت لك بالضبط للورقات الأولى لكن هالمرة بدك تشتغلي فقط 5 ورقات يعني نحن عنا 8 ورقات عنا 8 ورقات بدك تشتغلي هاي أول واحدة بدأنا فيها بدخلصيها بعدين بتخلصي الثاني والثالثة والرابعة والخامسة بعدين عندك السادسة بتبدأي فيها لتوصلي للغرزة التاسعة لغرزة الحشو خلفية التاسعة بس خلصت غرزة الحشو خلفية التاسعة بتوقفي مثل ما شافي قدامك اشتغلت على أطراف الخمسة بتلات أو الخمسة ورقات والورقة السادسة اشتغلت على نصها بعدين لما وصلت على السلاسل الفتحة هذه التي في الأعلى اشتغلت داخلها فقط غرزتين حشو وما اشتغلت السلاسل لأنه هلا بدأ للسلاسل بدنا ننحي غرزة منزلقة حنثبتها على المفرش الأساسي ونكمل عمل باقي البتلتين اذا خليني فرجيك الطريقة مثل ما شافي قدامك هحطي لك صورة ثابتة للمفرش حتى اشرح لك بوضوح عليه وين بتضبط الأماكني اللي بدي ثبت فيها الوردات أولا مثل ما شاف قدامك نحن عندنا 34 مجموعة حنقص منهم اثنين حنصير عندنا 32 مجموعة هاي اللي 32 مجموعة تقسميهم لتنين بصير عندك 16 مجموعة بالأعلى 16 مجموعة بالأسفل صار عندك 16 بالأعلى 16 بالأسفل وبقت وحدة بين الطرفين مثل ما حطت لك العلامة هون وحدة تانية أيضا بين الطرفين هاي الطرفين حطينا عليهم شو مثل ما شاف قدامك هوني العلامة حتى نثبت فيها بعدين بدك تعدي حوال هاي الوسط يكون مجموعة خمسة الوسط تبعيتهم هي ثلاثة بعدين مثل ما شاف قدامك وانا عبحط انا العلامات كل دائرة وين ده توصل مثل ما شاف قدامك هشرح لك هاد الشي بالتفصيل وايضا تكرري نفس الاشي بالنسبة للوردة الثانية من الطرف الثاني او المقابل للوردة الأخرى مثل ما شاف قدامك عندك هاي الوسط التي تخبرتك عنها وفي الوسط المقابلة لها بتعدي هدولي 16 رقم 17 اللي هتعلمي عليها فبسين عندك وسط مقابل وسط هاي الوسط في عندك هاي المجموع عبارة عن أربعة غرز عمود بلفه نشبك العلامة بعد الثنتين يعني بوسطهم في عندك هوني اثنين هوني اثنين بتشبكيهم بالوسط بالغرزة خليني فكها وفرجيك كيف في عندك هيك بتشبكيهم بالعامود يلي بالوسط أسفلهم بتدخلي العلامة بهذا الشكل بعدين عندك انتي بدك تعدي هوني عندنا واحد اثنين لانا المجموعنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فهي الوسط بعدين واحد اثنين بيناتهم شوفي وين على هاي الزاوية بعد المجموعة بعد غرزة الصدفة بهالطريقة ايضا من الطرف الثاني واحد اثنين بعدين عندك بعد الصدفة لما عدينا هاي الوسط واحد اثنين الصدفة يلي بيناتهم بعدها لك تحطي العلامة هوني تمام ونفس الشي بالنسبة للطرف المقابل بعدين حنجيب الوردة اثن والآن بدنا نشبك هاي الورقة ما حكنا اخر اشي غرزتين حشو ما ححيك سلاسل وحنتقل مباشرة ادخل السنارة مكان اول علامة بهي الشكل بهالطريقة دخل السنارة بعدين باخد الخيط فتلة بحيك غرزة منزرقة بهذا الشكل مباشرة ببدا احيب غرز الحشو هوني عنا باقي منها داخل السلاسل غرزتين حشو وبعدين ببدا احيب غرز الحشو الخلفية بكمل الورقة الاولى على طرفها الثاني كله غرز حشو خلفية بعدين ببدأ مباشرة بالورقة اللي بعدها بشتغل للنص الاول غرز حشو خلفية متل ما شايفة بدامك خلصت النص الثاني من اول ورقة والنص الاول من تاني ورقة وهلا بدي اشبك هاي الورقة بمكانها طبعا اولا مكان السلاسل هاديه بدي احيك غرزتين حشو بعدين حفك هاي العلامة ومكانها حدخل السنارة واشبك بغرزة منزرقة بعدين كمل على الورقة داخل السلاسل هاديه بدي احيك غرزتين حشو وبعدين مباشرة هابداء بغرز الحشو الخلفية اكمل هاد النص كاملا وايضا هشتغل مباشرة غرز حشو خلفية ايضا على اخر ورقة من الورقات حتى اوصل لوسط ايضا وبعدين هشبكها متل ما شايفة ادامي خلص النص هشتغل داخل السلاسل غرزتين حشو وايضا هابداء بدي اثبتها متل ما انا جاسع بشغل بهذا الاتجاه بيدخل السنارة بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه ادخلها بهذا الشكل بعدين هاخد فتلة من الخات وححيل غرزة منزرقة بعدين كمل داخل الورقة مباشرة غرزتين حشو داخل هاي السلسلتين بعدين عندي غرز حشو خلفية حتى تخلصي هاي الورقة في النهاية بعد ما تخلصي الورقة هاده لك كوني وصلتي على اول ورقة ابتدأتي بها بهذا الدور تحيكي غرزة منزرقة على اولي غرزتي حشو بهذا الشكل هدخل السنارة هاحيك غرزة منزرقة لاغلق الدور بعدين غرزة سلسلة وقص الخيط واسحبه بهذا الشكل متل ما شايف قدامك منكون ثبتنا الوردة مكانها على المفرش تكرري نفس الخطوات بالنسبة للوردة الاخرى بالمقابل تماما من الطرف الاخر وانا ايضا ثبتها خليني افرجيك اياها مثل ما شايفه قدامك وبهذا بكون انتهيت من صنع طبقتين الورقة داير ما تدور الوردة بتمنى الشرح كان واضح وسهل لك وان شاء الله بالفيديو الجاي هشرح لك طريقة تصنع الورقات الورقات اللي بتكون اخر طبقة من الوردة هنوصلهم بالوردة وبنفس الوقت هنوصلهم بالمفرش او الجزء الاساسي من المفرش وهو هيكون الفيديو الاخير من سلسلة مفرش الوردتين ومشوفكم بالفيديو الجاي مع السلامة